حسناً، الآن سأرشدكم إلى كيفية نسخ ملف فني في Google Draw وثم سنبدأ التفكير حول الطباعة على بطاقتنا الإلكترونية وسأريكم القرارات الطباعية التي سأتخذها بخصوص بطاقة الإلكترونية أيضاً افتح ملف Google Draw الذي وضعنا رابطه على موقع الجمعية الدفاعية هنا قم بنسخ الملف تم تحديد الملف بالحجم الحالي بصورة منشورة على تويتر 440 بيكسل عرضاً بـ 220 بيكسل ارتفاعاً وبالرغم من أنك إذا أردت تغيير الأبعاد فيمكنك تغييرها بحسب منصة التواصل الاجتماعي التي تود استخدامها ولقد أضفت نشرة مع رابط حيث يمكن إيجاد قواعد القياس لمنصات أخرى لكن تذكر أن هذه الصياغ يتم تحديثها باستمرار من طرف شركات التواصل الاجتماعي لذلك تأكد من أن تلقي نظرة على التحديثات أحجام صور وسائل التواصل الاجتماعي إذا أردت تغيير حجم بطاقة إلكترونية يمكنك تغييرها من القائمة المنسدلة باختيار ملف، أعداد الصفحة، ثم تخصيص حيث يمكنك اختيار البيكسل كواحدتك ثم تقوم بإدخال الأبعاد المناسبة وللملف بعض العناصر الرئيسية التي ستقوم بتصميم بطاقتك الإلكترونية من خلالها مكان الشعار بعض النصوص مكان الصورة أو الشرح الآن النص الذي لدينا بسيط تماما وسوف تستبدلون هذا النص بالمحتوى الملائم لمنظمتكم لذلك فكروا بما تودون قوله في بطاقتكم الإلكترونية واكتبوا النص الذي تودون استخدامه للعنوان والعنوان الفرعي والطلب ومن خلال النقر المضاعف بالفأرة على هذه المربعات النصية التلاف ستكونون قادرين على اختيار مربع النص وطباعة النص الذي ترغبونه على بطاقتكم الإلكترونية جربوا ذلك الآن لا تقلقوا إذا لم يناسب النص المساحة المزودة فسأريكم كيف تصلحون ذلك قليلا بطاقة الإلكترونية كما أن بطاقة الإلكترونية تعزز تقرير Revolution Decoded الخاص ب Small Media قررت استخدام العنوان الكامل للتقرير هنا لأني أعتقد أن هناك معلومات كافية موجودة في التقرير لتجذب انتباه الناس على تويتر وسيكون عنواني رئيسي Revolution Decoded ولكني صاد عنوانا فرعيا إيران's Digital Media Landscape للتقرير في بقاعة العنوان الفرعي ثم سأضيف في الجزء الخاص بالطلب حمل التقرير الكامل وذلك لأدفع جمهوري على تحميل وقراءة التقرير بأنفسهم الآن وقد أضفتم محتوى النص الخاص بكم دعونا نغير نمط الخط ليلائم المحتوى ومنظمتكم جميع الكلمات مكتوبة حاليا بنمط الخط Arial وهو نمط خط أساسي لكن في شريط الأدوات في الأعلى لديكم خيار لتغييره وباختيار نمط الخط من شريط الأدوات ستظهر القائمة المنسدلة يمكنكم اختيار نمط الخط من القائمة أو مشاهدة مجموعة أوسع من الخطوط من خلال خيار أنواع خطوط إضافية ما هو نمط الخط الذي تعتقدون أنه سينقل رسالتكم المختارة بشكل أفضل؟ وما هو نمط الخط الذي سيلائم أسلوب وجو الشعار المنظمة؟ غير جميع الخطوط الثلاث من النص في مربعات النص إلى هذا النمط فيما يخص بطاقة الإلكترونية فأن خياراتي الطباعية مستقيمة إلى حد ما لأنه قد تم تحديدها لمسبقا لذلك سأستخدم الخيارات الطباعية المحددة في تصميم موقع التقرير وسأستخدم أنماط الخطوط هذه في بطاقة الإلكترونية أعتقد أن توسيع نطاق قرارات التصميم عبر صياغ متعددة هو طريقة سهلة لخلق تناسق عبر ما ينقله الشعار سأختار نمط الخط PT Sense وهو نمط الخط الذي كان مستخدما في موقع Revolution Decoded وسأجعله بالأحرف الكبيرة والغامقة مثل الموقع تماما فالخط الغامق وذو الحروف الكبيرة له تأثير على الشاشة وأظن أنه طريقة جيدة لضمان أن يلتفت الناس إلى بطاقة الإلكترونية عندما يرونها العنوان الرئيسي 25 نقطة والعنوان الفرعي 18 والطلب 12 نقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر